يا عرب السلام بتذكر بتذكر يوم جيد بـ 3 أيلول 2004 لقتظاهر سلمياً وعفوياً بسيحة الحرية نهار الجمعة المشؤوم نهار لتعدل فيه دستور لبنان ومدّدت رئاسة الجمهورية بالقوة وبالتهديد في مجلس النواب جيت لأستنكر الخروج على الدستور يلي كان يتم فيه التعديل لتمديد الرئاسات بهالنهار كنا زمرة أقل من عشرين شخص ما كنت موهوم ما كنت موهوم إنه هالمظاهرة كانت رح تغير الأمور بتذكر كمان بعدين جينا جينا بهالنهار بـ 17 شباب وتقتلوا رئيس وزارتي لعبر عن استنكار وعن غضب تجاه العمل الوحشي والشرير جيت لأطلب العدالة ولأطلب وقف القتل بدون محاكمة وعكاب بتذكر كتير منيح كيف جيت مع كتير من اللبنانيين وقضينا الليلة بـ 27 شباب مع سمير أصير وشبران وبيير ومروان ووليد عيده وكتير غيرهم وفاقت بيروت وفاقت بيروت في 28 شباب وأسقطنا حكومة الوصاية وبدأت الثورة السلمية بالانتصار على مؤسسات الرعب والخوف وبعد ذلك دوهشنا دوهشنا بـ 8 أدار بتسأل ليش ما فيه احتفال سنوي بمناسبة 8 أدار ذكرى الوفاء لسوريا هل هي ذكرى أو تنذكر ولا تنعاد شو مستحيين فيها نحن هنا وفاء لسوريا وفاء لشعب سوريا تحية من أحرار 14 أدار إلى أحرار 15 أدار القضية القضية نفسها قضية الكرامة والعدالة الاجتماعية وجاء الحدث 14 أدار هيدا اليوم العظيم اليوم المجيد 14 أدار ثورة الحب على الكراهية 14 أدار ثورة منا مهرجين هي ثورة غير عنثية ثورة السلام على سرنة السلام والحضارة ثورة دائمة مستمرة ثورة القانون على سلاح الميليشيات إنها ثورة حرية التعبير والتفكير والوجود 14 أدار بدي العدالة لرفيق الحريري بدي العدالة لكل أصحابنا اللي قتلوهن بدي العدالة لموسى الصدر بدي لبناني يساوي لبناني ويتفوق بعقله مش بسلاحه هي الثورة الشعب فيها رائد وليس تابعا ثورة مبنية على شرعيتنا وليس على شرعية زعمائنا ثورة التوافق لا التوافقية إنها ثورة السلام على العنف ثورة المؤسسات على الغابات ثورة التطور على الرجوع إلى الوراء ثورة الثقافة على الظلام ثورة الحياة على الموت إنها ثورة الاستقلال الدائمة إنها ثورة الأرز إنها ثورة كل لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر